سلام لبنائز ان شاء الله كاميراكم بخير وساحتكم على خير اليوم جبت لكم قاطولي فطور الصباح بزيف ابنين وسهل واقتصادي ويطيح كمية كبيرة نخليكم نشوفوا بعض المقتطافات ونروح نشوفوا مع بعض المقادير وطريقة التحذير بسم الله على بركة الله وش عندي عندي 25 جرام مقارين وعندي ملعقة كبيرة شوكولات الطلاق انا اللي هنا استعملت ابتلا عندي نصف كأس زيت عندي اللي هنا ثلاث ملعقة كوكي ورحيت وبوكشورو طبعا محمص عندي سفر بيضاء وبيضاء كاملة عندي ثلاث ملعقة سكر غلاسي وعندي ثلاث ملعقة انشاء كما تعودتوا علي البنات نحط كامل المكونات مع بعض واكيد اللي هنا سنخفق جميع المكونات مع بعض اللي هنا باش تحصلوا على العجينة تكون هشيشة وطريقة البنات اللي هنا اعطيوها حقها الكافي في الخفق حتى يتغير لكم اللون هنا ديما البنات شوفوا كيفش اللي هنا اللون بدا يتغير معايا كي يتغير لكم اللون راح اجيل العجينة تاعكم هشيشة ويجيل داتو تاعكم بزيف خفيف هنا لكم نشوفوا ذلك الكريمة كيفش حصلت عليها نبدأ نضيف الفيرينة اللي هنا تدريجيا وراح نضيف نصف ملعقة خاميرة كيميائية كما راكم ما تشوفوا البنات اللي هنا نجمحها اكيد بالفيرينة الفيرينة اللي هنا تغرب لها باش هكذا يدخلها لهوة ويجي خفيفة هنا نبقى نضيف الفيرينة تدريجيا وكما قلت لكم اللي بنات ديما باش تحصلوا على عجينة يعني ما ما تتكمش معاكم ما تعجنوش العجينة تاعكم طموا فقط العجينة حاكذا الشكل تعصاب لي تاعكم مش رح يتغير ومش رح تخرج العجينة معاكم الزيت يعني هذو نصائح لازم نعطيه لكم كينا اللي يراهم معانا مبتدئات يحبوا يفهموا كامل اللحويج المختصة في هذا المجال هنا ان ش betrayed هنا انا انا نضمها لبنات كيس بلاستيكي للتريح معايا سوف نزابها لبنات الغابر انتظروا لبنات القوامات التي تحصلت عليه سوف يعطيها نوعا ما سوف نتضأها في كيس بلاستيكي وانتظرها ترتاح وانتظروا اكملها معا سوف نشكل حربوش وأكيد في الأطراف سوف نرقق الأطراف كما نديرو مع تشارك كما راكموا تشاهدون البنات أنا أحبت أن يدوني كامل على حبة يعني نفس الشكل أنا درتهم في المول هذا شوفوا كيف تحكموا حربوش يعني ديري عينك هي ميزانك هناك تشاهدون الحبة كبيرة على المول نقص شوية وديري حساب اللي كان فيها خميرة راح يزيد الضعف شوية الحج يعني أسهل من هذه الحلوة راح تعطيك ما يعدل 35 حبة هكذا شوفوا البنات حربوش وركزوا على الأطراف ترققهم شوية وتقليها هكذا في المول ساعك أنا راح نكملهم كامل بنفس الطريقة يعني الطريقة راهي واضحة راني نحاول نشره حيكم أكثر فأكثر بايش هكذا اللي ما تفهمش حيجة ولا جيها حيجة صعيبة راح تفهم نكون اللي اهنا سخنت الفرن ساعي نسخنوا مليح ندخلهم يعني للفرن يطيبوا من الأسفل يتحمروا لي ونشعل عليهم من الفوق يتحمروا لي ونرجعوا باش نكملوا مع بعض الوصفات تاعنا لنهار اليوم اذا نشوفوا البنات اللي اهنا كيفش طيبته راح وقراكم تشوفوا فيها تحمر لي يعني طاب ما شاء الله جاي هبل يهبل يهبل هنا وش عندي لبنات؟ هنا عندي مئة جرام شوكولة سوداء ومئة جرام شوكولة بيضاء نضيف ملاعق زيت ونحرق كم راح يجب أن نخلط مليح لبنائة حتى تدخل هذا الزيت في الشوكولة و نضيف الحبة عادية الطريقة واضحة تحكمي فرشيطة و تضيف الحبة و تبديد الحبة و تنفضي اكيد الزوائد و لا تخليها و تضيفها على كيس بلاستيكي انا منفضل الطريقة هذه نضيفها على كيس بلاستيكي لا نضيفها على شبك لأنه بعدها نحيوهم نصف الحبة تكسروا معاكم هذه الطريقة سهلة و يجب أن تضيف سكين و تنحيو هذه الزوائد على الشوكولة و تكون خدمتكم انفينية و تكون بيهية و انا اللي حب تضيف ورقة الذهب و ورقة الفيضة هي حرة و ماذا تحب انا فضلت نخليهم هكذا لأنه قدرتهم الفضور صباح يعني ما تكلف شروحة و لا تحب تزيين يعني يعني و لا تتحب علي جيم يعني ما فيها ويلو و انا كنت تتفرج في اليوتيوب يعجبني فيديو و وصفة نخلي الجيم هذا يعني بش كامل يطلع الفيديو كامل الناس تستفيد وتشوف يعني الفيديو